صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتشوفوني فيه يا بورج التور. اه نطفل على طول على الكراءة العاطفية بتاعتنا وانشوف الطاقة بتاعتنا ايه. اه اعتقد يا بورج التور انت اه ممكن يكون بادئ حاجة جديدة او اه بادئ حاجة جديدة ومشروع جديد او بادئ علاقة جديدة بمعنى ادق وحاسس بفخر قوي اه يعني بمعنى ادق كده يعني شايف انها العلاقة المناسبة واللي انت ممكن تتخلى فيها عن السنجالة بتاعتك وتخشها اه هي اللي هتحقق لك الحاجات او الاستقرار اللي انت عايزه ممكن وان انت تتخصت قرار بشأنها وان انت بان انت تبدأ فيها او اه تكملها بمعنى اه تاني يعني. فهدخلنا تعالى نشوف كده مشاعر الشريك ايه. اه. دي علاقة دي دي على ما اظن. او علاقة التصالح ممكن برضو. خلينا نشوف الكروت هتقول لنا ايه. اه. طبعا مشاعر الشريك اه اه فخر واعتزاج وتقدير وحاسس انه يعني حاسس بانه هو انتصر. يعني بالمعنى الحرفي بقى هو انتصر. اه اه او فاز بحاجة حلوة اوي 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 اوي. ممكن يكون اه دي علاقة جديدة وانتوا اعترفتوا بالبعض او هتعترفوا البعض بس في تجازب بينكو شديد اوي. اه ممكن برضو يكون اه مشاعركو وفيضة. يعني كل واحد دي اه دي داي اللي التاني المشاعر بس اللي لسه في الاول يعني. اه لان انت كمان شاعر بالاستقرار. اه يعني ملك النقود اصلا. اه ملك الاستقرار بمعنى ادقى. اه هو حاسس بانه انتصر وانت كمان منتصر. يعني انتوا الليتين بنفس الاساس. دي علاقة جديدة على ما اظن وانت بادئ فيها وداخل بكل قوتك. اه بعد ما اتكبت يعني ما هي دي العلاقة اللي هتحققلك الاستقرار كله. فمش محتاجة تفسير تاني يعني. طب الشخص اللي دخل معانا العلاقة دي اه شايفنا ازاي? ايه يعني احنا ايه بالنسباله? هو شايفك ان انت الكنج اف سورتس. اه اه انت ملك السيوف. ملك السيوف ده شخص اه مندفع. اه شوية. اه مع ان برج الطور اه مش مندفع يعني ولا حاجة بس برضو. هو شايفك مندفع او شايفك ان انت برضو ممكن الكارت داي بقى زيك. برضو. اه ممكن تكون شايفك ان انت بتندفع في التخص كراراتك. ممكن. والله اعلم يعني. سواء انت اللي عرض العرض عليه. مسلا. اوكي? ممكن تكون انت يا برج الطور اللي عرض حبك على حد. او حد هو اللي عرض الحب عليك. بس هو شايفك ان انت شخص اه مندفع. بس شايفك نفس الوقت انت شخص جميل. وآآ شخص واثق من نفسك جدا. وآآ وقراراتك كلها آآ بتاخدها يعني صائب. يعني لما تكون هتبتدي في حاجة اه هبتدي فيه. وآآ وبتاخد قرارك. آآ بسرعة. بس انت متأكد منه جدا. مش 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 تهور. تمام? آآ وبتخش في الحاجة بقلبي جامد. مهمكش. من الاخر يقلي ان انت بص انت مستقر جدا. شخص واصف من من قراراته. في نفس الوقت برضو. اهو. بص. الكارتين بمعنى واحد. انت قصد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت انت مالك السيوف. انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح. مش 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 اي كلام. مش اللي هو انا هتقول معك في علاقة نلعب. لا لا. داخل قصدي آآ قصدي خير. او بمعنى عدق انا مشاعري حيائي. هو شايف ان انت مشاعرك حيائي. وتستحق السقة. هي تقريبا علاقة جديدة. انت با كمان شايفه آآ شايفه الكينج اوف بان ده كنسا. انت شايفه عرض. انت كل تفكيرك في الوقت. انا فاكرة برج الطور برج آآ بيفكر جدا بالمش بالماديات. بالمستوى العلاقة. يعني ده معنى ده العلاقة دي هتروح فين بعد كده. انت كمان شايف ان هو شخص حقاني جدا. هو شخص آآ آآ صادق. وعرضه صادق. لهو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق. وآآ شخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. طيب. هو ايه الخطوة اللي هياخدها. لو هو شخص ما لسه معبرش عن حبه. او آآ شخص آآ معبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا ولا لأ فهو عايز يستقر. هو فعلا مكرر انه خلاص هو 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 فاس بيك. خلاص هو ده ما شعره. هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بتدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي بيك. انهم مش هدور تاني. هو مش هدور تاني. هو لقاكهم مش هدور تاني. خلاص. ودلوقتي يقدر انه هو يبتخل بانه لأحد زيك. انت 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 ال كينج اوف بانتكالز. ولو هو شخص كان بي 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 بيروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي يروخ ويجي. فهو هيستقر عليه خلاص. وخذ القرار والحكمة السليمة. آآ آآ سوري يا هو الكارت ده ما كان شيئا اصلا صعب. ها هو في حاجة غلط. آآ آآ فهو مكرر آآ 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 يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة. وآآ مكرر انه هو يبص القدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي. وهياخدها الفيلم بعد كده. لان انت كمان يا برج التور انت كمان مكرر تكمل السعادة بي. آآ وفرحان جدا بالعلاقة دي. ان انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا. ومشاعرك مكتملة. انت حسس بان انت انت انتو الانتنين حاسين بنفسي حسين. آآ احساسكو كلها متنسقة مع بعض. هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاج حاجة تاني. انا انا كملت اللي انا عايزه وقاعده. بس خلاص. شكرا اقول لك قفلت. قفل يا ابن الكمين وتعلى الروحة. فانت يا برج التور. آآ خلاص استقررت. وآآ ومبسوط من الاخر. مبسوط في العلاقة دي جدا. شايف ان هي دي العلاقة الكملة اللي هتحقق لك السعادة آآ طوال الحياة يعني. آآ هو شايف العلاقة دي ازاي شايفها آآ آآ العلاقة الابدية. آآ انتو مربوطين مع بعض. شايف ان انتو اللي اتنين قدر بعض. انتو العلاقة بداية لها بتعمل مع برج الجد او برج هوائي. آآ او ممكن يكون برج ترابي زيك. وممكن يكون برج مائي. او ممكن يكون برج برضو الجوزاء. اوكي? وبرج هوائي برضو زهر لنا هنا. وترابي تاني. ما زهر لنا ترابيين كتير. آآ فشايفك ان انت ده مش شطان. ولكن في رابطة ما بينكم. في رابطة ما بينكم. عشان برضو ايه? انا هاخد دول بس احطهم على جنب كده. اخد ده معا. ونشوف برج الطور. اعتقد ان هو كرت مش وحش ولا حاجة. يعني مش اكيد مش قصو شرير. لان انت انت شايفه السلمي بتاعك. شايفه من الحب كله. والعصافير حواليكو والحياة بزهزاة خالص يا برج الطور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك. آآ مش بقولك? يا دي العلاقة المثالية. آآ وتعامل مع حد بور جماقي برضو. آآ ان هو ده الشخص اللي انا هقدم للعرض. لو هي لو هي لو هي اعجاب. آآ فشخص ده معجب بيك وهيجيلك. هيلك يقولك بقى ان انت انت اللي انا هرتبط بيه خلاص. وده مربوط بسلاسة. مش هنسيب بعد ابدا. يا عمري. هنفضل مربوطين في بعض كده وانا هقدم لك عرضي قرائب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفه حاجة حلوة افضل. انتو اللي تنين مشاعركوا واحدة عالفكرة. يعني انت شايفه انه هو السلمية بتاعك. وشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي. واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك. واعتقد النازم ولتلك وياه علاقة حب. هتنتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة هو. ايه علاقة في الاول خلاص. تبه النصيحة ايه? النصيحة يا برج الضور ان انت آآ آآ تساير العلاقة بقى. يعني ايه ساير العلاقة? يعني تمشي بقى مع الطيار. هقولك ازاي دلوقت? انتفسرها برضو. هعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مسلا. ممكن تكون قلقان شوية منه. او قلقان قوي من مشاعره مسلا. تخايف. شوية بتاخد احتياطاتك. او ممكن يكون في قلم من الماضي. آآ. يا برج الضور انت هتتجاوز. آآ الكارت بيقول لك. آآ امشي بقى بالعلاقة قدام. عشان انت في الاخرى هيبقى فيه ساعة ده ما بينكم. ده شخص المقدر لك يا برج الضور. آآ ده السلمية بتاعك. انا بقول لك كلها. الكرة كلها زي بعض. اهي. آآ يعني النصيحة بتاعتك. آآ يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقة. وانتم متخصمين. ورجعتوا مع بعض لان بصه. اهي. فيه تواصل. يا اما فيه تواصل راجع تاني. لو علاقة دي ما وكنتم متخصمين. ورجعتوا تاني. دي مشاعر بتتجدد بقى. لهم احنا سايبين بعض بقى انه فترة. فاللو انت خايف منه. ولسه شايل من من اللي حصل زمان. في العلاقة في الاول فما تخافش. هو بيحبك اوي. اوي. وشايفك حاجة كبيرة اوي 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 اوي. بس سيبك بس بيقولك شيل بقى الام الماضي دي الكنة على جنب. عشان دي العلاقة بتاعتك الحلوة. في حاجات حلوة جاية لك يا بركوبتور. شيل بقى الام الماضي دي. ارميها بقى. ارميها وابدأ من جديد. ولو هي علاقة جديدة. شيل المخاوف. لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شوية. لو هو مندفع او ما بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش. هو بيحبك. ونيتو سليمة يا بركوبتور. كراءة جميلة قوي. اه كراءات الابراك الترابية جميلة. عجباني انا شخصية. تعب نشوف بقى اه نجمع دولة على بعد كده. ونشوف اه اه طبعا دي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج التور وهو الجانبش الاسوأ بقى. اللي هم الناس المتخصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان ما اجا فرط. افاق لا ايه? الناس اللي متخصمة او بقى لهم سنة ما يعرفوش عن بعض حاجة او بعيدنا عن بعض. اه الطون المتخصمين. هنا نشوف شعره ايه? ونيته اتجاهنا ايه. اه ده تعبان قوي يعني يحيطه المخاوف. يعني اه محبوس جوه الذكريات واللي حصل بينكو والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد. اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجعه مش عارف. اه ممكن يكون خايف. يقدم رجل والاخر رجل. وعايز ايه? عايز يدي للاقة دي فرصتان. اه عايز يرجع يا برجو التورو ونفسه انه يقدم عرض تاني. وشايف كنت شايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعد الفراء وبيلوم نفسه على طول بانه سبقه. ده شخص بس بيلوم نفسه. اه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بضيب بسببي. والكلام ده كله. بس كده. اه برا بيوضح بعضه. اه اه هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه. وانيته او انا ما بكراش المستقبل بس يعني بقرأ النية لانية ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع. بس دي نيته. نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة يا ان شاء الله. بس هو عايز اخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني. زي ما بقول لكم عايز يدي فرصة جديدة. وبيلوم نفسه اوه على حصل. واني زيبته وضيعته من ايدي وشخص كان كويس. وكان توقم لي. فانا هدفه للعلاقة دي فرصة تانية وهرجع. ان شاء الله يعني نيته انه ارجع. برضو الحمد لله القراءة المرضى دي حلوة. الابراج النارية ما كانش موفقة او شوية. كده عشان النارية بقى وكده. والهوائية برضو شوية. طيب لو عزاب بقى. العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو تالت خالص. وممكن يكون تكملة القراءة الاولانية او القراءة تانية. فمين اللي جاي في طريقكو يا برج بنعزاب? اه سوري يا برج التور. الله بقى الكلام خالص. عشان نحن نفرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه? نختار برضو النص. اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه? و نوي من علي. ان شاء الله نيخيب بازن الله. شدتلكون ايه يا خير? اللي جاي بطريقك حد اه سنجل وحد اه يعني اه سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده? لان مشاعره هو قلبه مقصور اصلا. لان هو ما جاي لك هو زنجل. يبقى معنا كده هو حد جديد. اه واخرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموجوع جدا 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 جدا. وعايز يتجاوز بقى. ده ممكن يكون حد قديم برضو. نشوف. اه. اه برج التور. اه ممكن يكون حد قديم. وانتو سبتوا بعض. اه وهو منتظر اللحزة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية. اه ممكن يكون حد قديم فعلا. والعلاقة ما بينكم تايت بطريقة مش لطيفة خالص. اه هو اللي خدعك او انت اللي خدعته حاجة من اللي تاني. الاخر كده يعني قطعته ببعض. وكان منتظر اه لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني. ولما الامور هديت فعلا وهو قدر يقف على رجله تاني وايجي لك. او ممكن بقى سنجل تاني خلص. ده شخص تاني ايه ده متعرفوش اصلا. انت لو عايزك. وعجي لك سنجل اهو. وهو خارج من علاقة وايش قوي 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 قوي. خارج منها مهزوم. العلاقة اللي هو خارج منها دي. وانتظر فترة طويلة جدا. في العلاقة اللي هو فاتت. العلاقة اللي هي سايفها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا. واللاسف خسر منها كتير. خرج منها مهزوم. اه وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا. وما خدش منها غير حاجة واحدة بس. فكان سنجل استجمع بقى كل قوته. عشان آآ قلبه مكسور جدا. شخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا. ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية. وعايز آآ يبدأ علاقة جديدة. وبالفعل اخترك انت بقى برج التور. الف مبروك. عشان يبدأ معك البداية الجديدة. الحلوة دي وتجيبه عالسهوار بإذن الله. كراءة حلوة جدا 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 لبرج التور. انا نحك برج التور. وبصوا اهم. ادي العرض. واستشفاء. اعتقد ان هو شخص فعلا انه. آآ كان تعبين او حاجة وخافة من العلاقة اللي فاتت دي. برج التور آآ مرسي جدا. وشكرا لمتابعتك. ويارب تكون القراءة عجبتك ومتنسونيش بالاشتراك.